بلدية تأليوة ويليت بسكرة نحو 40 ألف نسمة فبعد أن عرفت نمو كبيرا في الكثافة السكانية باتت تشكو غياب المرافق العمومية وعدم قدرة الموجودة على قلتها لتأذية خدمة لائقها وفي الوقت الذي تعاني فيه البلدية من نقص العقارين إنشاء مؤسسات خدمية توجد العديد من البنايات مهملة يطالب المواطنين باستغلالها كمرافق عمومية بالنسبة للمقارات الفارغة هذه ماذا بنا تطغلها الدولة ان شاء الله كما هذا المقارة على الصانباء كما المقارة على مرشي كبيرا كما إذا ما لاعب نريم من الأطفال ماذا بنا تطغلها الدولة هذه كما روضتها على الأطفال ماذا بنا تطعلها إدارات ت overcوضينا استفادوا بها الشباب ذات استفاد بها المجتمع هذا لا رائد من الأقياه مقارة على بوسطة ما لاعب نريم من الأطفال وعادنا بوسطة فيها فيها 400 أως 3over4 وعد那麼 السكان في البلاد 40 ألف نسمة خاصة ناب بيسين في المسبح بلدي المسبح بلدي ثاني سمعناه عدو فيت الخمس سنوات باللي مسبح بلدي جال البلدي تليوى ما استفدناش منه شباب كالشباب هوا كل ضايع ولا غير نخزرو فيهم ضايعين هنا سوق الفلاح هذا ما مستغلين وفي حتى حاجة ونطلبوا من البلدي يتدخل في أسرع وقت ويستغلوه ويمدوا فرص للشباب تخدم لروحها هي منشآت تم بناؤها منذ زمن لم تستغل وهي تشكل إهمال ما أصبح يهدد وجودها يمكن أن تتحول لمؤسسات يبقى المواطن ينشد السلطات لإنجازها كما رأنا نشوف أنه كين الحمد لله يا ربي كين الأماكن كين البلايس كين نوين نجمون استغلوهم أحسن استغلال والطاقات والشباب كينة ثاني ولكن باش هذه الطاقات هذه توفر وتقدم شيء للمجتمع والبلديتنا وكذا لازم هذة من الأماكن اللي رأها شاغرة ورأها حابسة ما تخدمش ولا استغلال هذه المرافق راح ينقص من نسبة البطالة ويكون فيها فرص عمل أكثر يذكر أن بلدية لواء من أقدم بلديات الولاية غير أنها لم تحظى باهتمام السلطات